هل يغرق الاقتصاد السوري في بحر الإفلاس سؤال محوري في الوقت الراهم مع تفاقم الأزمة ودخول سوريا في نفق الحياة السياسية المظلم والذي انعكس على المشهد الاقتصادي الذي وصفه أحد الخبراء الاقتصاديين بأن علامات الإجهاد الشديد قد بدأت تظهر بالفعل عليه فقد تراجعت غالبية القطاعات أبرزها السياحة التي كانت تدر 6 مليارات دولار سنويا وأصيب القطاع بشلل تام تتفاوت التقديرات بين الخبراء الاقتصاديين والمعارضة بشأن تكلفة الدمار ومستلزمات مرحلة إعادة الإعمار لكن غالبية هذه التقديرات تشير إلى أرقام مرتفعة بسبب حجم الأضرار الذي لحق بالبنى التحتية من جهة والخسائر الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الكهرباء وفقدان العملة السورية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار من جهة أخرى اعتمد اقتصاد النظام خلال 40 عاما من الحكم على منظومة الاقتصاد الاشتراكية والتي تعرف باسم اقتصاد دولة الرعاية تكون فيه الحكومة الوصي على الشعب والمحدد لمقدراته وبغض النظر عن نتيجة الصراع المستمر فإن الأولوية في المرحلة المقبلة تبقى لورشة الإعمار ففقا لتقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان يقدر عدد المباني المدمرة بمليونين وثلاثمائة وخمسة وستين مبنى بدرجات متفاوتة إضافة إلى مناطق كثيرة لم تتم دراستها لعدم توفير البيانة الكافية وهو ما يحتاج إلى ثلاث سنوات على الأقل لإعادة البناء سيتطلب الأمر إنشاء صندوق للتمويل بمساعدة بعض الدول في المستقبل كان أقريباً أم بعيد هيئة الأمم المتحدة بقيادة فريق من مجموعة خبراء يعملون في الوقت الراهن على إعداد دراسة بعنوان الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا وهي عبارة عن مشروع سوري وطني يتضمن مسحاً شاملاً ورؤية لمرحلة الإعمار ويتناول ثلاثة محاول رئيسية وهي إعادة هيكلة المؤسسات والحكم الرشيد والمصالحة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية إضافة إلى إعادة البناء والإنعاش الاقتصادي